بسم الله الرحمن الرحيم المحرين في العملية الانتخابية في المجال الديمقراطي شكراً أخوي محمد بسم الله الرحمن الرحيم معكم أخوكم المستشار المساعد علي غانب بن علي الصراحة أشكر سعادة الرئيس المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هاي التشريع والرأي القانوني وسعادة المستشار الشيخ مريم بنت عبداللوهاب آل خليف نائب رئيس الهيئة ليعطايا هذه الفرصة في المشاركة في التقديم للعرص الانتخابي في مملكة البحرين وإن شاء الله المحاضرة تكون بعنوان تجربة أو تجربة بسيطة أو نقدر نقول بنسلط للضوء على التاريخ المشرق في مملكة البحرين منذ بداية الحكم لآل خليفة الكرام إلى تولي صاحب الجلالة المعظم حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم وفي البداية أستهل هذه المحاضرة من المكلمة السامية اللي حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول اللي كان في تاريخ 9 أكتوبر من عام 2004 حيث قال جلالته لا بديل ولا مصدر للتطوير الديمقراطي إلا أنتم أبناء هذا البلد وممثليه فنحن لم نستورد الديمقراطية ولسنا بصدد استعارة مظاهرها من الخارج فقد أردناها منذ البدء نابعة من ذاتنا لأنها عميقة الجذور في كفاح الآباء والأجداد ولها أساس وطيد في تراثنا من ناحية مبايعة العائلة المالكة وهم آل خليفة الكرام فكان أول بروز للإرادة الوطنية الشعبية عند أهل البحرين كانت في دعوة شعب البحرين بكل فئاته للشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتولي الحكم في البلاد من أجل تفادي السيطرة الأجنبية وجاءت استجابة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لمطلب تأسيس مجلس للشورى متفقة مع تفتح الوعي السياسي للحركة الوطنية المشتركة بين الحاكم وشعبه رغم مجابهة هذه المطالب بمقاومة القوى الأجنبية ومطامعها واستطاع صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الوريث الشرعي للحكم في البحرين مؤيدا من شعبه الذي كان دائما التلاحم مع القيادة أن يتعامل بواقعية مع الصراعات البولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية القديمة ويفتح الطريق لنشوء المجتمع المدني الحديث من خلال تكريس التعليم الحديث وخلق الإدارة الحكومية الفاعلة والأداء البلدي العصري وسن القوانين والتشريعات اللازمة وتنمية البلاد خاصة بعد انطلاق الصناعة النفطية وما ترتب على ذلك من التحولات في البحرين الآن سنلقي الضوء على تجربة المجلس البلدي في عام 1919 وأول انتخابات بلدية تلت هذه التجربة عرفت البحرين الإدارة الحديثة نص ما قلنا قبل بعد تولي صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد في عام 1869 وقد تأسست في الربع الأول من القرن الميلادي العشرين أولى الدوائر الحكومية حيث تأسست بلدية المنامة في عام 1919 كثالث بلدية عربية وأول بلدية في منطقة الخليج العربي وكذلك انشئت دائرة الجمارك ودائرة الشرطة التي تأسست في عام 1921 وكذلك المحاكم وغيرها من الدوائر الحكومية التي اعتبر تأسيسها ريادة بالنسبة لكثير من الدول المجاورة بل ولعدد من الدول العربية ويوم 20 يوليو من عام 1920 يعتبر يوم تاريخي مهم في التاريخ البحريني الحديث ففي ذلك اليوم صدر أول قانون مكتوب في البحرين وهو قانون البلدية والاجتمل كذلك على عدد من القوانين الخاصة المتعلقة بالنظافة والرفق بالحيوان والقوانين المرورية رغم أن عدد السيارات في ذلك الوقت كان لا يتجاوز ست سيارات فقط وانطلاقا نحو المشاركة الشعبية المبكرة في تاريخ البحرين جرت في البحرين في عام 1924 أول انتخابات بلدية واستمرت حتى الخمسينيات حيث شاركت النساء فيها للمرة الأولى في الانتخابات البلدية كناخبات وليس مرشحات في عام 1950 وكان المجلس البلدي آنذاك يقوم على أساس تعيين نصف العضاء وانتخاب النصف الآخر وكان العدد الإجمالي هو 24 عضو أما مواصلة بناء الدولة وتطوير المؤسسات والمرافق فهي كانت عندما تسلم مقاليد الحكم صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل الخليفة تولى الحكم في عام 1942 وكانت البلاد متأثرة من الحرب العالمية الثانية وكانت هناك انعكاسات على منطقة الخليج العربي وما سببته من ضائقة اقتصادية والاضطراب دولي وأقليمي وقد استطاعت البحرين أن تتجاوز تلك المرحلة وتواصل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها ومرافقها الحيوية وأن تعمل على تكريس الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وأفراد الشعب وإشراك المواطنين في إدارة شؤون البلاد رغم ضغوط القوى الأجنبية كذلك استمر العمل بمبدأ الانتخابات جاريا كل سنة انتخابية مع الأخذ بمبدأ التعيين من أجل ترشيد قرارات المجلس حتى أصبح عدد الأعضاء في عام 1949 24 عضو نصفهم كان منتخب والنصف الآخر معينون من قبل الحكومة وفي هذه الحقبة التاريخية صدر القانون البلدية رقم 50 لسنة 1951 والذي أخذ بالنظام غير المركزي في إدارة البلديات استقلال مملكة البحرين والمجلس التأسيسي كان في عهد المغفور له بإذن الله سموه الشيخ عيسى بالسلمان آل خليفة الأمير آنذاك ففي تاريخ 14 من أغسطس عام 1971 تم استقلال البحرين وفي اليوم الثاني تم التوقيع على اتفاقية إنهاء جميع المعاهدات التعهدية بين البحرين والمملكة المتحدة وكذلك تم تشكيل أول مجلس وزراء في تاريخ البحرين وتقدمت البحرين بعد ذلك بطلب للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة حيث تم الترحيب بالإجماع من المجلس ورفع توصية إلى الجمعية العمومية بقبول دولة البحرين آنذاك في عضويتها وفي تاريخ 21 من سبتمبر عام 1973 تم قبول البحرين عضوا في الأمم المتحدة وحرصت البحرين في سعيها لبناء قواعد الدول الأساسية على إشراك المواطنين كذلك في صنع القرار وذلك بهدف ترجمة رؤاهم وتطلعاتهم في مسيرة العمل الوطني لذا فقد اتخذت البحرين أكثر الطرق ديمقراطية في إعداد أول دستور لها وذلك عبر إنشاء مجلس تأسيسي بالانتخاب المباشر لإعداد الدستور حيث صدر في تاريخ 20 يونيو من عام 1972 المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة وتألف المجلس التأسيسي آنذاك من 22 عضوة ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر ومن عدد لا يزيد على عشرة أعضاء يعينون بمرسوم ويكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم وقسمت البحرين آنذاك من أجل الانتخاب الخاص بالمجلس التأسيسي إلى ثمان مناطق انتخابية هي المنامة وجزيرة المحرق والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية والرفاع وسترات على أن تتخب المنامة ثمانية أعضاء وجزيرة المحرق ستة وكل من المنطقة الشمالية والوسطى اثنين وتنتخب كل واحدة من المناطق الأخرى عضوا واحدا ويبين بقرار من مجلس الوزراء حدود المناطق الانتخابية ويجوز أن تقسم المنطقة إلى دوائر انتخابية كما يجوز أن يوزع العدد المخصص من الأعضاء لأي منطقة على دوائرها واستكمالا للاستقلال والمجلس التأسيسي وإعداد البستور توافد المواطنون في تاريخ واحد ديسمبر من عام 1972 على صانديق الانتخاب من أجل انتخاب 22 عظم من بين 58 مرشح لعضوية المجلس التأسيسي وعين المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ثمانية أعضاء بالإضافة إلى الوزراء بحكم مناصبهم وبعد افتتاح المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء سابقا أولى جلسات المجلس التأسيسي وفيها تم انتخاب رئيس للمجلس التأسيسي ونائب لرئيس المجلس وأمين سر للمجلس وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 1972 عقدت أولى جلسات المجلس التأسيسي لإعداد دستور دولة البحرين الآن سنتكلم عن تاريخ انتخابات 1973 وما جرى من أمور في هذه الانتخابات بعد يوم من إصدار دستور دولة البحرين في تاريخ 6 ديسمبر من عام 1973 شهدت البحرين صباح اليوم التالي بدء العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني حيث تنافس 114 مرشحا للفوز بمقاعد المجلس وبلغ عدد المسجلين في الجداول الانتخابية 27 ألف ناخد وتألف المجلس الوطني من 30 عضو ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب على أن يرفع هذا العدد إلى 40 عضوا ابتداء من انتخابات الفصل التشريعي الثاني بالإضافة إلى الوزراء بحكم مناصبهم وفي يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 1973 افتتح أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في مبنى بلدية المنامة وفي تاريخ 26 أغسطس عام 1975 صدر المرسوم الأميري رقم 14 بسنة 1975 بحل المجلس الوطني كذلك عرفت مملكة البحرين تجربة مجلس الشورى فأصدر المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل في 20 ديسمبر من عام 1992 الأمر الأميري رقم 9 لسنة 1992 بإنشاء مجلس شورى من أجل معاونة الحكومة بالرأي والمشورى ليعينها على تحقيق الآمان وبلوغ الأهداف وفي الفصل التشريعي الثاني الذي افتتح في تاريخ 11 سبتمبر من عام 1996 تمت زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 40 عضو وذلك حسب المادة 5 من الأمر الأميري رقم 12 لسنة 1996 كما زيدت اختصاصات المجلس وصلاحيات الأعضاء قياساً بالفصل التشريعي الأول وذلك حسب المادتين 2 و3 من الأمر الأميري نفسه وفي الفصل التشريعي الثاني كان للمرأة مقعداً في مجلس الشورى واستمر مجلس الشورى حتى الدورة الثانية من الفصل التشريعي الثالث حيث صدرت تعديل الدستوري في تاريخ 14 فبراير من عام 2002 والذي جعل مجلس الشورى أحد غرفتي السلطة التشريعية في مملكة البحرين مع مجلس النواب حيث بدأت الحياة البرلمانية تتخذ منحاً جديداً في المملكة أما المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فقد كان زاخراً بالديمقراطية اللي إن شاء الله سنذكرها الآن أول مبادئ الديمقراطية كان في ميثاق العمل الوطني فشكل إطلاق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمشروعه الإصلاحية الشامل منذ توليه مقاليد الحكم منعطفاً تاريخياً في بدء عهد جديد من تاريخ البحرين السياسي وذلك بإحداثه لإصلاحات جذرية واسعة في مختلف القطاعات ولعل أبرز تلك التحولات تمثلت في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وبدأت المشاركة الشعبية في صنع القرار بممارسة الديمقراطية البحرينية الأصيلة عبر تلاقي الإرادتين بين القيادة ممثلة في جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من جانب والشعب من جانب آخر في مشروع ميثاق العمل الوطني والذي حظي بنسبة موافقة وصلت إلى 98.4% في عام 2001 واستمرت بعد ذلك في أول انتخابات بلدية تشهدها البحرين بعد المشروع الإصلاحي في عام 2002 وتلقيتها الانتخابات في ذات العام لتتواصل بعدها الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها المحددة دستوراً وقانوناً بانتظام ودون تأخير أو تعطيب وبالنظر إلى ميثاق العمل الوطني نرى أنه اتسمت التجربة الديمقراطية التمثيلية في البحرين بالثبات والاستمرارية وذلك نظراً للقناعة الراسخة لدى القيادة الرشيدة بأهمية المشاركة الشعبية ولم يقتصر إيمان القيادة الحكيمة في البحرين ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمشاركة الشعبية في صنع القرار فحسب بل امتد هذا الإيمان إلى الحرص على تطوير وزيادة حجم تلك المشاركة وأدواتها وتطوير الحقوق المترابطة والمترافقة مع حق المشاركة الشعبية في صنع القرار على سبيل المثال حق التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية التظاهر وحرية تشكيل الجمعيات السياسية وحرية تشكيل مؤسسات المجتمع البدني وغيرها من الحقوق المقررة دستورا أما التهيئة السياسية والاجتماعية للانتخابات فمثل ما ذكرنا عندما انطلق مشروع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحقيقا لرؤى جلالته لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار يعتبر دليل دامغ على الرقبة الصادقة لجلالته في الاستجابة للتطلعات الشعبية وذلك لوجود مؤسسات تمثيلية ولإيمان جلالته بالمواطن البحريني وبكونه العنصر الأساسي في أي تقدم سياسي واقتصادي واجتماعي للمملكة وهذا الأمر تعكسه جميع الخطب السامية التي ألقاها جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في 6 مارس من عام 1999 لذلك تعددت المبادرات السياسية والاجتماعية منذ تولي جلالته مقاليد الحكم حيث أطلق جلالته حزمة من المبادرات قبل طرح فكرة مشروع مثاق العمل الوطني وإعادة الحياء النيابية وتدشين المجالس البلدية واستمرت بعد ذلك بدون توقف وشاهدت الحريات العامة تطوراً كبيراً وملحوظاً على مختلف الأصعدة كحرية إصدار الصحف وتعددها وحرية التجمعات وحرية تشكيل الجمعيات العاملة في المجال السياسي فبدأت مختلف القوى السياسية بالإسراع في تشكيل جمعيات سياسية تحت مضلة قانون الجمعيات الأهلية إذ لم يكن هناك في ذلك الوقت قانون الجمعيات السياسية الذي صدر لاحقاً ولكنها كانت تعمل كجمعيات سياسية بشكل كامل وبحرية كبيرة ويمكن تلخيص البيئة السياسية والاجتماعية في البحرين قبل الإعلان عن الانتخابات وتفعيل المشاركة الشعبية لأنها مرحلة اتسمت بتعزيز المناخ الديمقراطي وتعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان عدم التمييز بين المواطنين وتعزيز دولة المؤسسات والقانون أما التهيئة الدستورية والقانونية الانتخابية فتمثلت في تفعيل المبادئ التي ذكرها ميثاق العمل الوطني حيث يتطلب لتفعيل تلك المبادئ إجراء تعديلات على الدستور القائم لكي يتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمنها ميثاق العمل الوطني والتي تمكن البحرين من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية فقد صدر المرسوم رقم خمسة لسنة 2001 وعهد إلى لجنة فنية استشارية بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة إجرائها على أن تأخذ هذه اللجنة في اعتبارها الأسس والمقادئ التي وردت في هذا الميثاق بما يحقق مصلحة الوطن ويرفع رئيس هذه اللجنة مشروع التعديل المقترح إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مشفوعا بمذكرة تفسيرية له ومرفقا بها كافة الدراسات والآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة مشروع الدستور وذلك ليتخذ جلالته ما يراه من إجراءات لإصدار الدستور المعدل وبهذا فقد أقرت دستور تشكيل مجلس النواب بالانتخاب وصدر على إثر ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسه الشورى والنواب إن النظام الانتخابي في مملكة البحرين يتم من خلال بيان إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية وصولاً إلى استعراض الجوانب العملية في كل منهما ويكون ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتلك الانتخاب بما فيها إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين وأيضاً على الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب إضافة إلى ما سبق فإن تشريعات الحاكمة للنظام الانتخابي في المملكة قد بيّنت إجراءات الشفافية في النظام الانتخابي واللي إن شاء الله بنتطرق لها وذلك بتسليط الضوء على الإشراف القضائي التام على كافة مراحلها واستعراض أبرز إجراءات الشفافية في محطات العملية الانتخابية والمراقبة الأهلية على الانتخابات كذلك والتطرق إلى مشاركة الجمعيات السياسية ودعم الدولة لإشراكها في العملية السياسية لما اتكلم عن الشفافية في النظام الانتخابي في مملكة البحرين فهي تتمثل أولاً في إشراف السلطة القضائية على العملية الانتخابية وكذلك من إجراءات الشفافية هي الشفافية في إجراءات العملية الانتخابية خلال فترة الناخبين والمرشحين وكذلك من إجراءات الشفافية هي المراقبة الأهلية للانتخابات ورابعاً هناك إجراءات عديدة أخرى لضمان الشفافية من ناحية إشراف السلطة القضائية على العملية الانتخابية فهي تتميز بأنها تحظى باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية بدءاً من استقلالية الجهة المنظمة لها ووصولاً لكافة الإجراءات المتبعة فيها حيث تم إلحاق إدارة الانتخاب والاستفتاء بهيئة التشريع والرأي القانوني بمجب المرسوم رقم 91 لسنة 2007 وذلك لضمان إدارة هذه العملية من خلال جهة مستقلة تراعي مبادئ النزاهة والخيادية والأسس القانونية في هذا الشأن وتقوم إدارة الانتخاب والاستفتاء بصورة أساسية بوضع استراتيجيات وخطط العمل للإعداد والتحضير والتجهيز الفني والتقني لكل اتخاب أو استفتاء رسمي في مملكة البحرين إضافة إلى ما سبق فإنه في سبيل إحاقة عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب بالمزيد من الضمانات التي تكفل سلامتها من أجل تدعيم الديمقراطية فقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002 على أن يرأس وزير العدل والشؤون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المشار إليه وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاء والمستشارين يصدر بتسميتهم قراء من وزير العدل والشؤون الإسلامية كما تتولى اللجنة الإعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخابات وإختار الفائزين بالعضوية ولم يكتفي القانون في مملكة البحرين بالتأكيد على الإشراف العام من قبل السلطة القضائية على الانتخابات بل شمل هذا الإشراف القضائي كل منطقة اتخابية حيث تشكل في كل منطقة اتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب لجنة تسمى لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر ولهذه اللجنة عدة اختصاصات متعلقة بإعداد جداول الناخبين وتلقي طلبات الترشيح وفحصها وإعداد كشوف المرشحين وعير ذلك من الاختصاصات ومن جهة أخرى فإنه فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو المجالس البلدية فقد نص المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن يتم تشكيل لجنة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية من الجهاز القضائي أو القانوني كذلك في المملكة وأناط القانون بوزير العدل والشؤون الإسلامية بتشكيل تلك اللجان وفي الحديث عن الشفافية في إجراءات العملية الانتخابية فإنها تعزز كافة إجراءات العملية الانتخابية المطلوبة لإجراءات انتخابات نزيهة حيث يتم عرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفي المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشؤون الإسلامية وذلك لمدة سبعة أيام يقوم خلالها الناخبون بالتأكد من بياناتهم وتقديم الاعتراضات على تلك البيانات ويحق لصاحب الطلب في حالة رفض اللجنة لطلبه أطعن في قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية ثم يتم تعديل جداول الناخبين في صيغتها النهائية وفقا لقرارات اللجنة والأحكام النهائية وتعتبر هذه الجداول حجة وقت مباشرة الحقوق السياسية هذا وتوفر لجنة المنظمة للانتخابات أكثر من وسيلة للناخب للتأكد من وجود اسمه سواء يكان بيزور ميدانياً لمركز أو مراكز الإشراف التابعة لمحافظته أو زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات أو الاتصال بمركز الاتصال ويجوز كذلك لكل ناخب ودرجة اسمه في أحد جداول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل اسمه بغير وجه حق أو حذف اسمه بغير وجه حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وذلك كله بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المقيد فيها الطالب وكذلك من إجراءات الشفافة أنه يحصل كل مرشح على صورة رسمية واحدة من جداول الناخبين في الدائرة المراشح فيها بعد قبول ترشيحه رسمياً أما فيما يتعلق بإجراءات الترشيح العضوية مجلس النواب وعضوية المجالس البلدية فإن تلك الإجراءات تكون وفقاً للخطوات التي حددها المشرع وبالنسبة لعملية الاقتراع فإن المشرع قد أورد عدة نقاط وشروط نظمة تلك العملية أما عملية الفرز فإن المشرع قد بيّن الإجراءات الخاصة بهذه العملية وأخيراً كيفية إعلان النتيجة تكون بالآلية التي حددها المشرع وبخطوات تحققت في الواقع العملي وللالطلاع أكثر على الإجراءات والخطوات المشرع إليها يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات هناك كذلك إجراءات أخرى لضمان شفافية مثلاً ما هي ورقة الإقتراع مثلاً صممت ورقة تصويت وفق مواصفات أمنية دقيقة وطبيعة وفقاً للنظام الدولي في مثل هذه الانتخابات وكذلك من الإجراءات البواب الإلكترونية لكل مدخل من مداخل المركز الانتخابي حيث أن البواب الإلكترونية تطلق صافرة من دار في حال دخول أو خروج ورقة انتخابية من وإلى المركز وكذلك من إجراءات الشفافية هو ختم الجواز لضمان عدم المشاركة الناخب مرة أخرى في التصويت وكذلك أن يوجد هناك أجهزة الحاسب الآلي التي لا تقبل الاسم إلا مرة واحدة ومن إجراءات الشفافية هناك موظف لمراقبة إدخال ورقة التصويت في صندوق الاقتراء ويوجد عنصر عدم المصلحة في موظفي المراكز الانتخابية فالموظفين الذين يكونون في نفس الدائرة لا يكونون في هذه اللاجنة التي يكون في نفس المجمعة مثلاً اللي هما من سكان الدائرة نفسهم وكذلك من الإجراءات الأخرى لضمان الشفافية هو تثبيت كاميرات في بعض مراكز الاقتراع تنقل المجمعات التصويت مباشرة والسماح للصحافة ووسائل الإعلام بدخول جميع مراكز الاقتراع والفرز وعدم السماح لقوات الأمن بدخول مراكز الاقتراع والفرز ألا إذا طلب رئيس اللجنة دخولهم وأمكانية المرشحين أو وكلائهم في مرافقة صناديق الاقتراء المراقبة الأهلية الانتخابية أذكر أنها كانت المحاضرة السابقة على هذه المحاضرة فهي مراقبة تكون لسبيل إحاطة العملية الانتخابية بأعلى درجات الشفافية حيث سمح المشرع للجمعيات الأهلية البحرينية بمراقبة العملية الانتخابية منذ عودة الحياة الميابية في عام 2002 حيث وجه حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اللجنة العليا للانتخابات لسماح بالمراقبة الأهلية على الانتخابات وتأكيدا على ما سبق فإن عملية تنظيم المراقبة الأهلية تكون بإصدار وضاة اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية قرارا لتنظيم المراقبة الأهلية وذلك قناعة منهم بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية ويحدد في القرار موعد التقديم للاشتراك في المراقبة والمستندات المطلوب إرفاقها للحصول على بطاقات للمراقبين والشروط الواجب توفرها ومراعاتها من قبل المراقبين ويكون نطاق المراقبة على النحو المبين في قرار تنظيم المراقبة الأهلية كما أن هناك شروط يجب أن تتوافر في من يقوم بعملية المراقبة بالإضافة إلى ضرورة التحلي بقواعد وأخلاقيات المراقبة وللإطلاع على التفاصيل المراقبة الأهلية للانتخابات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات أما المرأة ودورها في الانتخابات البحرينية فمما لا شك فيه مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة تعددت وشاركت جنبا إلى جنب مع الرجل منذ مطلع ثلاثينيات من القرن الماضي في الانتخابات البلدية آنذاك بحسب الوثائق التاريخية التي أثبتت حقية التصويت لأي امرأة تملك عقار مسجل باسمها كما شاركت في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية في عام 1951 وتزامنت هذه المشاركة الفاعلة مع مساهمتها الواضحة في المجتمع من خلال انخراطها في تخصصات نوعية آنذاك وتركت بصمتها واضحة في مجالات عدة وفي مطلع السبعينيات من القرن الماضي لم تغب المرأة البحرينية على المشهد السياسي فقد شاركت في استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر ثمان سيدات من جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية نهضة فتاة البحرين عندما حضر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 وفي أول تشكيل لمجلس الشورى في عهد جلالته عام 2000 دخلت أربع سيدات لأول مرة في عضوية مجلس الشورى كما كان للمرأة البحرينية حضورا بارزا وفاعلا في لجنة إعداد مثاق العمل الوقني ويعتبر عام 2001 هو الانطلاقة الأساسية واللبنة الأولى لاستكمال حصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها من ثق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين في عام 2002 حيث ثابت حق المرأة في الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي وأعرض لكم هنا نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي مثلا 15% وكذلك في جميع المحافظات نسب الإناث والذكور وهناك إحصائية كذلك حول الانتخابات السابقة والكتل بالنسبة للكتل الانتخابية من ناحية الذكور والإناث ونسب المشاركة للإناث ففي عام 2002 كانت النسبة 53.5% وفي 2006 كانت 73.6% وفي 2010 كانت 67.7% وفي 2014 كانت 52.6% في 2018 كانت النسبة 67.7% يتبين من خلال هذه المحاضرة أن التاريخ السياسي والانتخابي في مملكة البحرين منذ بدايات القرن المنصرم حتى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم عريق وله صلة وثقى بين القيادة والشعب وهو ما جنت مملكة البحرين ثماره من خلال العمل بالمشروع الإصلاحي الشامل لجلالته وترسخت منجزاته وتعظمت نتائجه بفضل الدعم والمتابعة الحتيثة المباشرة من جلالته منذ انطلاق المشروع الإصلاحي ولقد ساهمت متابعة جلالته الدؤوبة في ضمان استمرار الزخم الذي أطلق فيه المشروع الإصلاحي والذي حظي بإجماع ساحق من قبل الشعب البحريني الكريم بتصويته بنسبة 98.4% على ميثاق العمل الوطني حيث حرص جلالته على إكمال بناء دولة المؤسسات والقانون وحرص على استمرار المشاركة الشعبية في صنع القرار دون انقطاع كما كان لهذه المتابعة المتواصلة من قبل جلالته بالغ الأثر في العمل على إصلاح مواطن الخلل التي أثبتت التجربة العملية وجودها حتى لا تقف في المستقبل كحجر عثرة في طريق المشروع الإصلاحي لجلالته وكل ما سبق ما هو إلا تحقيق الصالح العام للمملكة شكرا على حسن الاستمار تفضل أخي محمد إذا عندك أي استفسار أو سؤال نشكر سعادة المستشار على هذه المحاضرة القيمة والآن نفتح مجال المدخلات للجمهور سعدت المستشار وردنا سؤال ما هو وجه التشابه والاختلاف بين العملية الديمقراطية في عام 1973 وعام 2002 طبعا هناك أوجه تشابه واختلاف نسمة فضلت في السؤال فمثلا من أوجه التشابه هو حرص القيادة في كلال تجربتين على تطبيق الديمقراطية في إنشاء المجالس أو اللجان التي تعدد دستير في تلك المرحلتين مثل المجلس التأسيسي لإعداد دستور الدولة في عام 1972 واللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني في عام 2000 وكذلك اللجنة الفنية الاستشارية بوضع مشروع التعديلات الدستورية التي نص ميثاق العمل الوطني على ضرورة إجرائها أما وجوه الاختلاف فهي أعتقد أنها تكون في التهيئة لما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات وكذلك خلال الانتخابات حيث مثل ما نتو عارفين أن الفترتين مختلفتين وفقا لوضع المملكة السياسي مثل الاستقلال في عام 1971 وبناء الدولة الحديثة وكذلك الآن عندما تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمى بن عيسى الخليفة ملك البلد المعظم حفظه الله ورعاه استمر هذا البناء وتطور ملحوظ مساير في ذلك أبرز الأنظمة الديمقراطية في العهلة نعم وردنا أيضا سعادة المستشار سؤال ثاني ما هي أهم مزايا المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلد المعظم حفظه الله ورعاه طبعا المزايا والسمات كثيرة وذكرناها احنا كذلك في هذه المحاضرة ولعل أبرزها هو ميثاق العمل الوطني وتعديل دستور مملكة البحرين كذلك في عام 2002 وصدور التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية والبلدية وكذلك الحريات العامة شهدت تطورا كبيرا وملحوظا فعلى سبيل المثال نسمى ذكرنا صدر قانون الجمعيات السياسية وغيرها من التشريعات المنظمة للحريات العامة نعم سعدت مستشار للمرأة دور فعال في المسيرة الديمقراطية في البحرين ما هي أهم سمات هذا الدور منذ بداية الحياة الديمقراطية إلى يومنا هذا بحسب الوثائق التاريخية ثبت حقية التصويت لأي امرأة تملك عقار مسجلة باسمها في بدايات القرن الماضي وشاركت المرأة في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية في عام 1951 وفي مطلع السبعينات من القرن الماضي لم تغب المرأة البحرينية على المشهد السياسي فشاركت ناس ما قلنا من بعض الجمعيات نساء لاستفتاء إثبات عروبة البحرين وفي العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمم بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظها الله ورعاه ناس ما ذكرنا في أول تشكيل لمجلس الشورى في عهد جلالة عام 2000 دخلت أربع سيدات لأول مرة في عضوية مجلس الشورى كما كان للمرأة البحرينية حضور بارز وفاعل في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني وفي عام 2001 خذت المرأة البحرينية كافة حقوقها المتعلقة وحقوقها الساسية المتعلقة بالانتخاب والترشح في المجالس النيابية أو المجالس البلدية نشكرك سعادة المستشار على هذه المحاضرة الخيمة ونشكر المشاركين في هذه المحاضرة وإلى أنا ملأ من نلقاكم في محاضرة قادمة تفضلوا بقبول تحيات فريق التدريب هيئة التشريع والرأي القانوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضفو الشات على رجل المتعلقة تفضلوا بقبول اهلاً كTER explaining شكرا